إنك الاستقرار. استقرار بلادك أولاً أنا مانيش بالناس ندفع للتجيش والتصارع التوينسة في بعضهم. ما ندفعش إلى الكونفرونتاشيوه ولكن نحذر ما بات. كي جاء تعينت لياس الفخفاخ بالرغم اللي إحنا ما صوتنا لوش في المجموعة متاعنا بعد ما خرجنا من قلب تونس. مشيت وقدمت له الدعم باسم المجموعة وكانوا معي موجودين. رمانا لاستقرار تونس ووقتها بدينا نواجهه في الكورونا. وقت لي جاء هشام المشيشي هشام المشيشي مشيت لأول واحد عملت سريع أنه ندعمه هشام المشيشي لأنه خيار رئيس الجمهورية يتحمل مسؤوليته ضمان الاستقرار لبلاد. وقت لي جاء الرئيس قال عاونوني هو خاني وأنا ما خنتوش ما تقفوش مع الخاين والبلاد كانت بالع وعننا أربع وزارة ما تعدوش وثم حدش وزير ممش موجودين. ضمان الاستقرار تونس وقفت معه موقف قيس سعيد لأنه منتخب. قيس سعيد مدبية تصوير قيس سعيد بربي في اللايف حسيمة؟ لو كان شاهي شام المشيشي هو المنتخب في الوقت ذاك وقيس سعيد معين في الرئاسة كنت نوقف ديما مع المنتخب لأنه أقرب للديمقراطية. وقت لي طلب هو كمنتخب أنه نخرج من الأزمة هذيك. وقت لي اتفاقمت الأزمة في البلاد وولت عنا خمسة وعشرين ألف موتة وولنا الوالدة دولين في عدد الوفايات. ضمانا لاستقرار تونس وقفت معاه في خمسة وعشرين جولية أنه يلزم يحدث تغيير على مستوى إدارة البلاد بما يضمن الفوز على الكورونا في العرب بتاعه. وقت لي حاد هو على الطريق متاعه واخذاء كل السلطات من مية وسبعتاش وقال أنا ما يسئني حتى حد ومينجم حتى حد يطعن في القرارات متاعي. ضمانا لاستقرار تونس يعني نعرف الثنية هذي جاينا نعنا طو اللي كلها جاي من مية وسبعتاش تمشيها فيها هو وكل. قلت ضمانا لاستقرار تونس والأمنها والوحدتها المية وسبعتاش يزم يلغى لأنه يترتب عليه عدم استقرار كرونيك من نسبة البلاد. وهنا عايشين عدم الاستقرار ذاك. أنا الخط السياسي تاعي واضح. فكرة على الحكم بسيطة جدا. الحكم هو مسؤولية خدمة وظيفة يقدمها لك المواطنين كتوكيل مسؤول عليه. الدولة كدولة ما يملك حتى حد الدولة فيها تاريخ وموروظ ممكن لانا لا قيس سعيد لا رشد غنوشي ما نجيوش سفر فسفر واحد قدام نساور جاي اللي يبنوا فيها يوميا. شلوات جيوبة للناس بعد حديثك هذي يقولوا يعني انتي حاتم المليكي مع الواقف. اللي موجود واللي في السلطة. يشكونا الواقف. أنا كنت ضد ضد حركة النهضة وهي واقفة. جيت ضد قيس سعيد هو واقف. أعطوني وانه هو الواقف اللي يجيت معاه تاني الجيل جيت معهم الكل طايحين الواقفين الكل عرضتوا بانا في الاخر بالكل اللي يوقفوا الكل عرضتوا مش على خاطر حبا في المعارضة لا. خاطر تونس ما فماش سبب موضوعي لثم حرب عرقية لثم ميليشيات لثم سراع جغرافي يمنع تونس من اني تنتقل الى دولة عصرية اللي يجي لتونس يحب يرجع للقديم. هي ودي زينة بالقديم القديم. شو يحب يعمل اليوم رئيس الجمهورية اليوم سبتمبر الفين وثلاثة عشرين شو تقييمك للوضع اليوم السياسي في البلاد بالنسبة ليك اليوم شنو يحب يعمل رئيس الجمهورية. شوف انا قيمت المسألة السياسية نقول انه رئيس الجمهورية كيف وكيف الحزاب اليديولوجية يعتمد على نفس الفكر السياسي. معنا ينتمي للستينات للسبعينات من القرن الماضي. رئيس الجمهورية ينتمي للستينات كما يعمل صدام حسين ملك حسين بورقي ملك هذو كمكهو. اللي هو الفكر كان شنو ذاك. الفكر السياسي في الوقت هذاك ما هوش مستوعب العالم الحديث اللي عايشينا فيه. ما هوش مستوعب فكرة انه راو كي يطلع السوم متاع الدولار في البورسة يزيد زوز دولارات الجمح. راك انت تجي رحك خاسر ميتين مليار. ما زيل ما يستوعبش السوق المالية العالمية. راو اذا كانت تبدل شوية تود انتري راك مش تدفع اكثر فلوس. ما زيل ما يستوعبش انتشار الشركات العالمية والعاول ما صارت في التسعينات. واني راي ناس والد تملك فضاءات كبيرة وتتحكم في اقتصاديات الدول. ما زيل ما يستوعبش القوة العسكرية الحديثة وقدرة الدول العظمى على التدخل في الدول الصغر وكيفش نجم تغير الواقع. ما زيل ما يستوعبش انه عنده شباب اليوم عايش بالتليفونات وبالسبارتفون وبالانترنت. ويلوج على البايبال ولوج على اقتصاد مفدوه. ما زيل ما يستوعبش انه الحضارة الجديدة هي حضارة الادت فاليو. ما هو القيمة المضافة اللي اقتصادك ينجم يعملها. هذوم الكل ينتمي وفكريا الى ما يسمى اقتصاد لو ترسي. الاقتصاد لو ترسي والاقتصاد القديم انك مسكر على روحك. عندك شركاتك متاع النقل عندك شركاتك متاع الماء. عندك الناس تصنع في الخمس تصنع في السميل تصنع في ماء ذلك. وقاعدين عايشين حزم المبادلات التجارية ضعيفية. ارتباطك بالاقتصاد العالمي صغير ياس. تأثرك بالسوق المالية صغير ياس. وتأثرك بالعالم المحيط بك صغير ياس. هذا الاقتصاد لو ترسيك متاع الستينات. اللي حكم به صدام وحكم به البلك حسين. وعبد الناصر والجباع الكل. واللي ينتمي له قيس سعيد ونتمي له كل. اللي هو فيه برشة خطابة متاع السيادة. في الوقت هذيك كان عنده معنى تجم تفهمه. اليوم السيادة تبدلت. السيادة هي قوتك الاقتصادية. هو التماسكك الاجتماعي. قداش عندك منبطال. قداش عندك منفقير. على قد ما تنقص فيهم التقوي في السيادة. قداش عندك فايد في التصدير. قداش شايخ بميزانك التجاري. قداش عندك ريزيرف دوشانج. قداش عندك قوة على التأثير في العالم. وقتها تطلع السيادة متاعك. هذيه الخطابة متاع قيس سعيد. انا بالنسبالي سطحي وبسيط. يعتمد على فكر الستينات. الاديولوجيات القديمة. اللي هي تحلل المنطق. بالصراعات وبالمؤامرات وبالتصفيات وبالكذا ما إلى ذلك. هذا فكر قديم عشو العالم في الستينات. وانتهى تقريبا في بداية التسعينات. التوم تونس. قاعدة تعيش سكيزوفرانيا. ما بين مؤسسات سياسية وحزاب سياسية وفكر سياسي. ينتمين للسبعينات والستينات. وما بين جيل قادم في ستة سبعة عاملين. فالتوناسة أقل من خمسة وربعين سنة. اللي هما قاعدين يحلوا في التلافز ويحلوا في التليفونات. وتفرجوا في الانترنت. ويشوفوا في عالم جديد. ان الساعات والله يغيذوني. نقول على الأقل أنا من الجيل القديم عشت منا ومنا. اما هما قريب يجيبوا كرامب في معدتهم. رأوا مواطنين ساعات. أنا الشباب يسهلوني. معناها قريب يقطع أحواج. ويقول لك عشنو ذنبي أنا. وشنو السبب الموضوعي. عنا حرب عرقية. عنا حرب طائفية. عنا ميليشيات تمنعنا باش نتقدموا. أعطيني سبب موضوعي يمنع تونس. إنه تنتقل إلى العالم الحديث. السبب الموضوعي التوى اللي مانع تونس منتقل نعطينه. هو فكر سياسي جديم. ينتمي إلى الجيل جديم متى إديولوجيا. جاعد يأثر. زيد عليه زواج المتعة اللي صار في السبعينات عملوا بورقيبة لأسباب هم عملوش في السبب هذيك بورقيبة. بورقيبة كي جاء يساند في المؤسسات. زواج المتعة بين شكون وشكون. بين رجال الأعمال والسياسيين. هي الفكرة ملول كيفاش كانت. هو أنه نبحثوا في تونس قطاع خاص. ما عناش قطاع خاص. لك الدولة تكفل. لليوم في بلادنا فما زواج متعة بين السياسيين ورجال الأعمال. من اللول الدولة تكفلت هي بالقطاعات الاقتصادية الكل. هي العامة الشركات العمومية لكلك. وصلنا في 84 وتخلنا في الخبز وكذا. بدأت الدولة تعاون في القطاع الخاص على أنه يكبر. لكن كي عملتوا شو عملتوا هي. أعطاتوا امتيازات جبائية. أعطاتوا امتيازات مالية وقروض. أعطاتوا امتيازات عينية أراضي وعقارات متع دولة. مدت له يد المساعدة مش يكبر. ثمش كون كبر. وثمش كون حب يتحايل على المنظومة ذيك. كش يعمل يتحايل على المنظومة. أنه هو كشركة كمؤسسة. ما يحققش نتيج به. ولكن يستفيد من امتيازات متع الدولة. ثانياً بدأت لعبات تعرص ببعضها. خوض بنت فلان ولا خوض ولد فلان. ودخل ولو عائلات متع بعضهم. شنو اللي صار لنا. ولا أنه سلطة القرار. ولا التطبخ في الديع. وثانياً شركاتنا. وهذا اللي يقلقني أنا برشا. الشركات التونسية مايش كومبيتيتيف. مايش تنافسية. التنافسية مني نجيبها. يا إما تجيبها من كونه عنده امتيازات متع دولة مالية. يا إما امتيازات جيبه أي. بره مش يخده في الشمال غاربي عشر سنين. واتقرش لمبوه وجعلها روح. يا إما أخوض أراضي الدولة. يا إما أخوض رخص تسمح لك كان أنت الوحيد. يا إما أخوض قروض من عند الدولة. الدولة عطيت ياسر للقطاع الخاص. ولكن الدولة التونسية يجي تجبد روحها من القطاع الخاص. تلجي القطاع الخاص مساركلها من أولادها ومن عائلاتها ومن نساء ومن ابناتهم وكل شيء. حصلت الدولة هذيك. ولليوم مزلنا ما جيناش التوازن. يا إما أخوض.